نظمت جماعية رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي نظمت قافلة طبية بمحافظة الإسماعيلية ضمت القافلة عدداً كبيراً من التخصصات للأسر والفئات الأولى برعاية والأكثر احتياجاً بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف جهود دقوبة تجري على قدم وساق من جميع أطياف المجتمع والدولة المصرية لتوفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية والمواطن المصري من خدمات وفي هذا الإطار نظمت كل من جمعية الرسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية ضمت عدداً كبيراً من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف بتقدم جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ورعي مصر حملة طبية للكشف على 300 مواطن في ست تخصصات كاملة متكملة بالمجاني لصالح الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسماعيلية واستعداداً للشهر الكريم القافلة شهدت تقديم خدمات طبية ونظارات ل300 مواطن تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وهو تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية جهود حثيثة تأتي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030